التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الرقن علي محسن صالح القائم بأعمال سفارة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن يان جيرالد لمناقشة المسجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأشاد نائب الرئيس خلال اللقاء بموقف الأصدقاء الألمان الداعم للشرعية في بلادنا وجهودهم في المجال الإنساني والإغاثي والجهود الدولية الرامية لإحلال السلام في اليمن وأكد نائب الرئيس حرص قيادة الشرعية على تحقيق السلام وتعاطيها الإيجابي مع كل الجهود الدولية التي قابلتها ميليشيا الحوث الإنقلابية المدعومة من إيران بالمزيد من التصعيد والإرهاب والإيغال في الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا اليمني وإطلاق السواريخ والطائرات على المملكة والسهداف الملاحة الدولية بالزوارق المفخخة وأشار نائب الرئيس إلى الجهود المفذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض مؤكدا حرص الشرعية على إنجازه ورفض أي عراقيل تحول دون توحيد الجهود والطاقات للسعادة الدولة ومؤسساتها ويؤثر سلبا على المساعر الرامية لإنهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن من جانبه جدد القائم بأعمال سفير الألماني دعم بلاده لأمن والسكرار ووحدة اليمن مشيرا إلى العلاقات الثنائية القوية التي تجمع اليمن وألمانيا ومجالات تطويرها م إلى اللقاء و